منعت ميليشيات الحوثي العشرات من شاحنات النقل المحملة بمئات الأطنان من فاكهة الرمان التي كانت في طريقها من محافظة صعدة نحو الأسواق الخارجية بصادر إعلامية ذكرت أن ميليشيات الحوثي مستمرة لليوم الخامس في احتجاز عشرات الشاحنات المبردة بحجة صدور قرارات حوثية عليا بمنع تصدير الرمان وفواكه أخرى إلى السعودية وبقية الدول في الخارج وينتج اليمن سنويا نحو ثمانية وعشرين ألف طن من فاكهة الرمان المزروعة في مساحة تصل إلى أكثر من ألفين وستمائة هكتار